من بغداد معي عبر الأقمار الصناعية داود سعد الخبير الأمني والعسكري مساء الخير أهلا بك معنا سيد داود إذن نتحدث نبدأ لو سمحت بانهيارات صفوف داعش والحديث عن هروب قادته قبل معركة الحويجة ماذا يقول لنا هذا عن مجريات المعركة المتوقعة؟ نعم حقيقة بعد الانتصارات في الموصل بشكل نهائي وبالتالي في تل عفر يبدو أن تنظيم داعش قد انهار بشكل كامل بعد الموصل خاصة أن التوقعات جاءت بعكس ما كان يتصوره البعض بما يتعلق بتحرير تل عفر كان من المتوقع أن يستغرق التحرير حوالي شهر أو أكثر بقليل إلا أنه لم يستغرق سواء أيام كذلك التوقعات تشير إلى أن معركة الحويجة ربما تكون أسهل من المتوقع اليوم أكملت القوات العراقية كافة استعداداتها يعني الطائرات قامت بإلقاء منشورات على بعض مناطق الحويجة هذا القضاء الذي يعد هو آخر معاقل تنظيم داعش اليوم لا مفر لقيادات التنظيم في هذا المكان أما أن يقوموا بتسليم أنفسهم أو القتل هذا ما أشارت إليه بعض المنشورات التي ألقيت على قضاء الحويجة هناك معلومات تشير إلى هرب بعض القيادات وعوائلهم من الحويجة بطريقة أو أخرى لمناطق باتجاه ربما الحدود العراقية السورية وإن تم قطع الطريق بشكل كامل من قبل القوات العراقية إلا أن البعض منهم بدأ يحاول الهرب بطريقة أو أخرى اليوم الاستعدادات استكملت بشكل نهائي والجميع ينتظر ساعة الصفر كان من المتوقع أن تنطلق العمليات بعد العيل مباشرة إلا أنها أجلت ربما ستنطلق غدا أو بعد غد خاصة أن جميع المعلومات تشير إلى استكمال كافة الاستعدادات من قبل قوات الجيش والشرطة الاتحادية والحجد العشائري وقوات البيش مرقى قوات البيش مرقى ستستلم ربما المحور الجنوبي والمحور الشمالي قوات الشرطة الاتحادية ستكون في المحاور الأخرى تساندها قوات العشائر أنا أعتقد أن معركة الحويجة ستكون أسهل خاصة أن أغلب قيادات داعش قد هربت من هذه المدينة هذه المدينة تركت كل هذه الفترة لأنها تتضمن هذه المدينة كانت تحوي كبار قيادات داعش إلا أنهم هربوا وبالتالي أنا أعتقد أن المعركة ستكون أسهل في الحويجة خاصة بعدما تحدث الكثيرون عن السرعة التي تم بها طرد داعش من تلافر بسبب هروب كثيرين يعني معركة الحويجة كيف ستكون أسهل عسكريا طبعا لأننا نتحدث عن هروب قادة قبل حتى بدء المعركة يعني حتى قبل بدء المعركة يعني يوم لا يوجد قيادات في الحويجة هم هربوا حتى قبل معركة تل أحفر من هرب من تل أحفر توجه إلى الحويجة وبالتالي هؤلاء لن يستطيعوا الخروج من الحويجة أما الاستسلام أو الموت وهم لا يمثلون شيء بل هم ربما يكونون من الخط الثاني أو الثالث في التنظيم أنا أعتقد بأن المعركة ستكون أسهل من معركة تل أحفر لطبيعة التضاريس الموجودة في الحويجة وإن تمكن البعض من مقاتلية التنظيم الهرب فأنهم سيتوجهون ربما باتجاه جبال الحمرين أو المناطق المفتوحة وبالتالي سيكونون صيد سهل لطائرات التحالف أو لطائرات الجيش العراقي وبالتالي أنا أعتقد بأن نهاية التنظيم ستكون في الحويجة هناك أيضا معلومات تشير إلى ربما عملية أخرى تتزامن مع عملية الحويجة هي في ثلاث نقاط في مناطق غرب الأنبار وفي صحراء الأنبار وبالتالي أنا أعتقد أيضا بأن الأيام المقبلة ستشهد نهاية التنظيم بالكامل في العراق ولا تتبقى إلا جيوب بسيطة هنا أو هناك يتم معالجتها عن طريق تطهير هذه المناطق طيب ساعة صفر يعني طبعا قلنا قبل نهاية الشهر النائب العراقي أصلا صحيح نفى بأنه تأجيلة لبعض عملية الاستفتاء المفروض بـ 25 نائب عن محافظة كاركوك لا نربط الموضوع نهائيا ببعض كيف ممكن أن يؤثر هذا الموضوع بالآخر لا حقيقة يعني أثرت بعض الشاعات بأن القوات العراقية ستقوم بعملية في كاركوك أو ستقوم في الحويجة بالتزامن مع الاستفتاء أنا أعتقد بأن موضوع العملية في الحويجة لا علاقة له بشكل كبير في الاستفتاء في كاركوك في كاركوك لأن قوات البياش ماركي ستشارك أيضا في عمليات تطهير الحويجة وبالتالي أنا أعتقد حتى أن ساعة الصفر ربما تكون أقرب بكثير من موعد الاستفتاء في الـ 25 من الشهر المقبل وقد نشهد حسب المعلومات المتوفرة لدينا ربما تحرير كامل مناطق الحويجة حتى قبل هذا الموعد البعض يحاول أن يستغل الموضوع سياسيا بما يتعلق بربط الموضوع المتعلق بتحرير الحويجة بالاستفتاء يعني لا يؤثر ذلك إن كانت هناك عمليات في الحويجة أصلا الحويجة هي ليست ضمن الاستفتاء يعني مناطق الحويجة ومناطق أخرى في جنوب كاركوك ليست ضمن الاستفتاء ولا يسعى الأكراد لضمها أو لمشاركتها في الاستفتاء لأن الكل يعلم بأنها منذ سنوات هي تحت سيطرة تنظيم داعش وبالتالي المناطق التي يسعى الأكراد إلى إشراكة في الاستفتاء نعم يعني المناطق التي يحاول الأكراد ستكون المناطق التي تحت سيطرة البيشمرقة وهي مناطق في كاركوك ومناطق أخرى متفرقة حوالي 14 منطقة في سهنينة وهي بعيدة جدا عن المعارك يعني من تؤثر بشكل أو آخر لكن أن تم ربطها سياسيا فأعتقد أن البعض سيستغل الموضوع سياسيا ليس أكثر ما الذي سيحدد متى ساعة صفر؟ بالتأكيد رئيس الوزراء العراقي هو من سيحدد ساعة الصفر خاصة بعد إعلان النواب وإعلان قيادات في الجيش العراقي بأن التجهيزات على أرض الواقع قد استكملت وضافة الأمور السوقية والحسكرية قد استكملت رئيس الوزراء هو من؟ ولكن ما الذي سيحدد ساعة صفر؟ بالتأكيد أولا استكمال الاستعدادات هو انتهى بالتالي أن ساعة الصفر ستكون قريبة لكن هناك نقطة معينة لا يزال يوجد بعض المدنيين في منطقة الحويجة وبعض الأحياء في الحويجة هي قرى هي ليست مدينة كالموصل أو كاللعفر مدينة كبيرة هي في أغلبها قرى وبالتالي يوجد في هذه القرى مواطنين أنا أعتقد بأن تأجيل ساعة الصفر ليوم أو يومين أو ثلاثة أو ربما حتى لأسبوع على الأكثر ليس فيه أي غاية سياسية كما يصور البعض بل هو لي ربما فتح ممرات آمنة لخروج ما تبقى من المدنيين في الحويجة هنا أود أن أنوه بأن هناك ثلاث مناطق خرج منها المدنيين خلال السنوات الثلاثة التي مضت باتجاه كاركوك هي مناطق مرتفعات جبال حمرين والمناطق السهلية باتجاه مدينة كاركوك ومناطق شمال الحويجة وبالتالي أنا أعتقد بأن المواطنين الذين لا يزالون يتواجدون في بعض القرى سيلجأون إلى أن يتم سلوك نفس الطرق التي سلكها من سبقهم للخروج وبالتالي الوصول إلى مخيمات النزوح أنا أعتقد بأن عدد المدنيين ليس كبير جداً في الحويجة وهم جميعاً ساعون إلى الخروج من هذه المدينة خاصة بعد ما نشر من معلومات من قبل قوات الجيش عن طريق ما ألقي من الطائرات من منشورات إلى العوائل وإبلاغهم بالابتعاد عن مناطق تجمعات داعش أنا أشكرك سيد داود سعد الخبيل الأمني والعسكري على هذه مشاركة معنا من بغداد ترجمة نانسي قنقر